قصة وردتني تأثرت لها تأثراً بالغاً أردت أن في عرضها على إخوة الكرام فائدة كبيرة لأنني أعتقد أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم فرض عين في حدود ما يعلم ومع من يعرف فرض كفاية يعني فيه تبحر فيه تعمق فيه تفرغ أما فرض العين في حدود ما يعلم ومع من يعرف يقول إمام مسجد في أمستردام في كل جمعة وبعد الصلاة كان هذا الإمام وابنه البالغ من العمر إحدى عشرة سنة من شأنه أن يخرج إلى إحدى ضواحي أمستردام يوزع على الناس كتيباً صغيراً بعنوان طريقنا إلى الجن وغيرها من المطبوعات الإسلامية في أحد أيام الجمعة بعد صلاة الجمعة جاء ابن الإمام كي ينزل إلى الشارع وكان الجو بارداً جداً والمطر في أشد تهطاله فالصبي ارتدى ملابس كثيرة حتى لا يشعر بالبرد وقال لأبيه لننزل الأب اعتذر برد شديد برد لا يحتمل وأمطار غزيرة فهذا الابن الصغير أصر على والده أن ينزل فلما اعتذر الأب اعتذاراً مطلقاً قال هذا الابن لأبيه أتسمح لي أن نوب عنك اليوم الأب سمح له لكن هذا الطفل حمل هذه الكتيبات وذهب إلى عادته يوزعها على من يرى من الناس ورغم أن عمر هذا الصبي أحد عشر عاماً إلا أنه مشى في شوارع المدينة في هذا الطقس البارد والممطر كي يوزع الكتيبات على من يقابله من الناس وظل يتردد من باب إلى باب حتى يوزع الكتيبات الإسلامية بعد ساعتين من المشي تحت المطر بقي معه كتيب واحد هذه القصة مؤثرة جداً أنت أحياناً تتكلم بكلمة لإنسان قد تكون هذه الكلمة سبب هدايته بقي معه كتيب واحد الشوارع مهجورة تماماً برد شديد وأمطار غزيرة ثم استدار إلى الرصيف المقابل لكي يذهب إلى أول منزل يقابله حتى يعطيهم الكتاب ودق جرس الباب ولكن لا أحد يجيب ظل يدق الجرس مراراً وتكراراً ولكن لا أحد يجيب أراد أن يرحل لكن شيئاً ما يمنعه مرة أخرى التفت إلى الباب ودق الجرس وأخذ يطرق على الباب بقبضته بقوة وهو لا يعلم ما الذي جعله ينتظر هذا الوقت ويفعل بهذه الطريقة بعد حين فتح الباب وكانت تقف عند الباب امرأة كبيرة مسنة يبدو عليها علامات الحزن الشديد قالت له ماذا أستطيع أن أفعل لك يا بني قال لها الصبي الصغير ونظر لها بعينين متألقتين وعلى وجه ابتسامة أضاءت لها العالم سيدتي أنا آسف إذا كنت قد أزعجتك ولكن فقط أريد أن أقول لك إن الله يحبك ويعتني بك وجئت إليك كي أعطيتي آخر كتيب معي والذي سوف يخبرك كل شيء عن الله والغرض الحقيقي من الخلق أعطها الكتيب وانصرف قالت له شكراً لك يا بني وحياك الله القصة انتهت في الأسبوع القادم بعد صلاة الجمعة كان الإمام والده يعطي محاضرة وعندما انتهى منها وسأل هل لذا أحد منكم سؤال في الصفوف الخلفية وبين السيدات وبين السيدات كانت سيدة عجوز يسمع صوتها تقول لا أحد في هذا الجمع يعرفوني ولم آتي إلى هنا من قبل وقبل الجمعة الماضية لم أكن مسلمة ولم أفكر في أن أكون كذلك وقد توفي زوجي منذ أشهر قليلة وتركني وحيدة تماماً في هذا العالم ويوم الجمعة الماضي كان الجو بارداً جداً والسماء تمطر وقد قررت أن أنتحر لأنني لم يبقى للي أي أمل في الحياة لذلك أحضرت حبلاً وكرسياً وصعدت إلى الغرفة العلوية في بيتي ثم قمت بتثبيت الحبل جيداً في إحدى عوارض السقف الخشبية ووقفت فوق الكرسي وثبت طرف الحبل الآخر حول عنقي وقد كنت وحيدة يملؤني الحزن وكنت على وشك أن أخفز وفجأة سمعت صوت رنين جرس الباب في الطابق السفلي فقلت سوف أنتظر لحظات ولن أجيب وأياً كان من يطرق الباب وسوف يذهب بعد قليل انتظرت ثم انتظرت حتى ينصرف من في الباب ولكن كان صوت الطرق على الباب يرتفع ويزداد قلت لنفسي من على وجه الأرض يمكن أن يكون هذا لا أحد على الإطلاق يعرفوني لماذا يدق جرس هكذا رفعت الحبل من حول رقبتي وقلت أذهب لأرى من بالباب يدق الجرس وعندما فتحت الباب لم أصدق عيني فقد كان صبياً صغيراً وعيناه تتألقان وعلى وجهه ابتسامة ملائكية لم أرى مثلها من قبل حقاً لا يمكنني أن أصفها لكم بالكلمات ثم جاءت من فمه كلمة مست قلبي الذي كان ميتاً ثم قفز إلى الحياة مرة أخرى وقال لي بصوت ملائكي سيدتي لقد أتيت الآن لكي أقول لك إن الله يحبك حقيقة ويعتني بك ثم أعطاني هذا الكتاب الذي أحمله الطريق إلى الجنة وكما أتاني هذا الملاك الصغير فجأة اختفى مرة أخرى وذهب من خلال البرد والمطر وأنا أغلقت بابي بتأن شديد وقمت بقراءة كل كلمة في هذا الكتاب ثم ذهبت ذهبت إلى الأعلى وأزلت الحبل والكرسي لأنني لن أحتاج إليهما بعد اليوم أيها الإخوة تقول هذه المرأة ترون أنا الآن سعيدة جدا لأنني تعرفت إلى الإله الواحد الحقيقي أخواننا الكرام أؤكد لكم للمرة العاشرة أن دعوة إلى الله فرض عين على كل واحد منكم طفل صريح معه كتين أنت حميل كاسيت معك حميل سي دي معك درس تأثرت به كثيرا أعطه لمن تسق أنه ينتفع به ما قولك أن تنقذ إنسانا من جهنم إلى الجنة ما قولك أخواننا الكرام الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف أقسم لكم بالله شد نظري ولفت نظري شاب صغير غير متعلم غير متعلم اشترى مئة سي دي وزعها على أقربائه يعطيها لقريبه قالوا معك جمعة اسمعه آتيك بواحد آخر والله خلال أشهر جلب إلى هذا المسجد عشرات من أقربائه الدعوة طريقة سهل جدا إذا ما فيك تتكلم أعطي شريب أعطي سي دي أعطي كتين طفل صغير أنقذ امرأة من النار أعطاها كتاب إن الله يحبك الطريق إلى الجنة فنحن الآن مع الضلالات والترهات والأباطيل والشهوات المستعرة والفتن اليقظة بحاجة إلى دعوة إلى الله بحاجة إلى أن يكون كل واحد منكم داعي يعني فيه خطبة أثرت فيها كثيرا خذ سيدي تباحها أعطي لأقربائك سمعه دوره يجب أن يكون كل واحد منكم داعية إلى الله قال لي ما الدليل الدليل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة أنت لست متبعا لرسول الله يكفي هذا الدليل دليل آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر طفل صغير لا تزيد سنه عن إحدى عشر سنة حمل كتيبات ووزعها آخر باب كان سبب إسلام هذه المرأة وسبب انصرافها عن الانتحار وأن تموت كافرة أنت لا تعلم كم تؤثر هذه الكلمة كم يؤثر هذا الشريط كم تؤثر هذه الموعظة عليك أن تدعو إلى الله عليك أن تسعى وليس عليك أن تحقق شيئا اسعى ترجمة نانسي قنقر